الأول الأندية فعلا اللعبة بتعاني بتعاني فنيا يعني أنا قول ان الدول الأرض هابتا عباره عن تسخين يعني إ correlation عن تسخين وان هما .. يعني أنا مش عايز اجبه مفقرون بالكورة في فرق بين المنشات الرسمية ومحشات الودية اللعبة تكいたiğ النشات الودية النشج الودية حتى اللعيب بتاع الاهل والزمانات ما بعدل م souvenir له نفسه هو بالعبه من المطش دوت ما بعدل مさい animそれでは لي عنودو euchволي حماس بتاع鬱 recursos شوف نكاص مدرز bands بالعبها عن الدقيقة كان ب Bruins دعايب لعب사가 والآهلي Because of the people that use their blood in front of their اللون من باقي فراء الدوري الفراء دي ما بتلعبش كرة لعبتها متأثرة جدا بتوقف الدوري فاحنا احنا متحاسبهوش دي بداية الدور الاولاني هيكون الاداء ليس على المستوى المنتظر منه لكن نتمنى ان اهم حاجة بالدوري يرجع كان لدي تعليم عالكابتن حلمي طران مباح بعد بطولة الدوري قولي ورائيات كرة صعبة لنادي الزمالك وموجهات صعبة في البداية وكده قال لي موجهات صعبة سهلة الزمالك في البطن نازم يلعب مع اي حاد لكن اهم من ده كله ان الدوري يبتدي انا عايز الدوري يبتدي ان شاء الله نلاعب منتخب الدوري وكل ماتشي بس انا عايز الدوري يبتدي عايزين نلعب كرة كرة رسمية اللعبة تخل من حالة الاحباط اللي هي فوايا ما فيش ماتشاط رسمية الماتشب الرسمي بيدي اللاعي وبيعليه وبيدينه دافع اكبر من ان هو يلعب مبارات وادعية طيب يعني الخوف كله ان يحصل احداث تأجل المبارات الافتتاح ولا الخوف من المباراة لفتتحي نفسها الخاصة بالدول خاصة ان احنا زي ما قلنا مفيهاش جمهور ومفروض مش هتوقع ميوم جمعة فالامور هتبقى مستقرة الى حد ابن هو الغالب اللي هو التفكير ان المباراة بداية الدولة انتلاقوا من فوصة الاسبوع ومش هتوقع بها المباراة واحدة ما يقب من اليوم الاول فيه ستة او سبعة مباراة والدولة هتلعب على ثلاثة ايام عشان صعب ان احنا عندنا كمية مباراة كبيرة جدا يعني احنا الاسبوع الواحد تقريبا فيه 11 مباراة فمن الصعب انه يتلعبوا فيه ميوم واحد امنيا وتوفير ملاعب وكل كافة العوامل الخاصة بمنظومة الكرات قبل من الصعب ان المباراة تتلعب فيه ميوم واحد فانا اعتقد المباراة هتتلعب على ثلاثة ايام والافتتاح حربه مش مباراة واحدة حربه ما يقب من اربع خمس مباراة في اول يوم على اقصر من ملعب مختلف يعني احنا على مهم بنتمنى التوفيق لوزارة الرياضة والاتحاد الكوى المصرية انه يكون فيه فعلا افتتاح للدوري ان اول مباراة تبدأ وبعد كده المباراة تأتي تباعا ويكون فيه استمرار للدوري المصري اهم حاجة في الدوري الاستمرار ازاو خرار بتقولي مش ان الدوري انطلق مدوره انطلق المسلم اللي فاته وتم يلغيقه لا احنا اهم حاجة ان الدوري تدي ويستمر نكون عندنا القدر ان الدوري يستمر باي شكل من الاشكال لان بجد لو الدوري ما تلعبش السنة دي في مصر انا بقول ان الكوى المصري ستعود الى ما قبل القرن العشرين يعني بالتأكيد لازم يكون فيه استمرارية ولازم يكون فيه توعية كمان للجماهير يعني نحاول ضبط النفس بقدر الامكان واننجا حاجة لان كلنا عايزين ده استاذ احمد الاحمر ناقد الرياضي بجريدة الجمهورية شكرا جزيلا لك على تشاهد